اشتركوا في القناة على ان جوزيف زينباور يرجع الراجة للمكانة الطبيعية لتستحق واكيد على ان المكان الطبيعي دي للراجة هو الطب الفوز بالالقام فرصة تدريب الراجة كيتمنها شحن من المدرب موصلها لما كجي للراجة وتحقق نتائج ايجابية وتحقق علقاء كتولي معروف لأسهم ديالك تطلع لان الراجة وبكل بساطة عنده واحد القاعدة جماعي كبيرة المكتب المسير ديال الراجة اختار المدرسة الالمانية والمدرسة الالمانية كيف معروفة؟ انضيباط الواقعية تكتيك اندفاع البدني الصرامة كيف ممكن قوله باللغة العامية معروفة بالمعقود كل شيء كيف يدرسوا كل شيء مخدوم وكل شيء مدرس جوزيف زينباور عنده 50 سنة كاللاعب من قبل لعب في العديد من الأندية الألمانية وانت كمدرسة لما كتكون لاعب سابق كتعاون لك هذه المسألة كمدرسة كتعرف عقلية اللاعب كتعرف كيف يفكر كيف يفكر المشاكل اللي عنده كتعرف التقرب من اللاعبين وأيضا كتعرف ضبط غرفة الملابس جوزيف زينباور في المسيرة التدريبية ديره درب العديد من الأندية الألمانية وأبرزوها هامبورغ وانا داك كان حقق واحد من نتيجة إيجابية تعادل ضد باير ميونيخ التجربة الوحيدة اللي كانت عنده في إفراقيا رفقة أورلاندو بايرتز الجنوب إفراقي ولما لتحق بغ الفريق أورلاندو بايرتز كان هو المركز 13 في البطولة دي الجنوب إفراقيا مع مروض دورات حقق نتائج إيجابية تسلق الترتيب وسالة البطولة في المركز التالي وفي نفس الموسم حقق كأس جنوب إفراقيا رفقة أورلاندو بايرتز أكيد على أن تدريب الراجا يختلف كثيرا على تدريب أورلاندو بايرتز ولا فرق أخرى الراجا فريق عنده طقوس عنده أعراف عنده قاعدة جماعيرية كبيرة والراجا دائما الجمهور ديالها كي بغي شوف فريق دياله في الطب وكيف ما قلت من قبل المنافسة على الأرقاب ولكن كجمهور أيضا خصنا نكونوا واقعيين الراجا كي مرمو حد الظرفية صعبة تغيير المكتب المسير المدني بمازال جديد أكيد على أنه غي يحتاج بعض الوقت باش يتعرف على اللاعبين باش يتعرف على البطولة ديالنا وغي يحاول على أنه يرجع الراجا للمسار الطبيعي شيء اللي عجبني في المكتب المسير الجديد ديال الراجا برئاسة البطريقة خدام في صمت كما كان قوله باللغة العامية الدق والسكات ما كانش خارجات إعلامية ما كانش تدوينات الفيسبوك ما كانش يعني كما كان قوله واحدة شوشرة على الفريق يعني للأسف كيفما كان من قبل البدراوي كل أسبوع كنشوفوه في واحد المنبر إعلامي كل أسبوع كتبقى عنده واحدة الخمسة أو لستة ديال تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي كتخليه في بعض الأحيان يقول شيء هدرا كي يندم عليها من بعد وقال الرئيس الراجا الرياضي بودريقة وأنا كان احترم الكلام دياله ما جي ناش باش نهدرا وقت الهدرا سهلا ده با وقت العمل جيت باش نخدم جيت باش نلقى حلول لمشاكل قرر الراجا جيت باش نقلب على موارد عوض على أن تضيع الحزرة ديالك في الكلام والرد إلا جيت يترد على هذا وترد على هذا وترد على الأخر وترد على الأخر حالك تضيع الحزرة ديالك وكيف مما قلت أرامي ممكن لك تردي الجامع هذا بغي عد المدرب والأخر بغي عد المدرب لا هذا المكتب المسيرجة كين إدارة تقنية كين أشخاص طلعوا كما كنقوله ثقة وتعطاهم الفرصة كاملة ومن بعد يكون ومن بعد كتكون المحاسبة فقيت الموسم على حسب النتائج يعني هذه المسألة مهمة جدا بغيت نهضر أيضا على العقود اللي كسنيوهم الأنديا المغربية مع المدربين منذ الكبير كيف ما كان عارفه في الأيام السابقة وخرجوا قال على أنه بغي العقد دياله كامل مع الراجا ما غاد يشمشي وللأسف تصدمنا نحن كجمور لما عرفنا أنه موندير الكبير يشد قريبا 30 مليون في البطولة يعني 30 مليون شهريا في البطولة ومن ينجا موندير الكبير للراجا أنا ذاك الأسوم دياله كان طائحة بزدار كندرب المنتخب التونسي وكيف ما كان قوله يعني تمت إقالته لسوء النتائج ولسوء الأداء وحتى الصيفة دياله في العادي من الأندية واستغربنا نحن كجمهور استغربنا بزدار لما البدراوي وقع الاختيار على موندير الكبير يعني الراجا كما كان قوله باللغة العامية صوبات موندير الكبير أنت سيدي كمدرب إلى جيتي وحققت نتائج كبيرة وبدأت البطولة ووصلت الفينال للشامبين سليك ودرت 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 وجاء الراجا وجرت عليك حتى شيء ما يقضي ولكن سيدي أنت النتائج كلها طائحة تقسيت تقريبا من جميع المنافسات باستثناء كعس العرش كتحتل مركز السادس في البطولة وبالرغم من هذا ما ينفق لا سيدي أنا بغي العقد للي حتى لمارس الفين وعشرين حتى المدري يجبون شوية حشم شوية حشم إذا كنت نتائج جيالك ممزيانة وعار فلاسك ما تقدمش الإضافة حاول على أنك توصل لواحد تراضي مع المكتب المسير نتقرب شوية وهم يقربوا شوية ويعطيك واحد المبلغ والله يسهل عليك في مكان آخر ولكن باش تجي وتبغي تبروفيتي فيهم لغاية آخر لحظة لا أنا بغي العقد حتى المارس الفين وعشرين بالرغم لأنك عارف رأسك ما قدمت حتى شي إضافة والنتائج جيالك سيئة بكل ما تحمل معه شهرين إلا بغيت نفسك معاق العقد نعطيك شهرين إلا كنت يقدر عشرين مليون في الشهر سأعطي ربعين مليون السلام عليكم لا تساني منسلك هذه تكون في العقد ولكن لكي لا تدخل مع هذا الشرط هذا ويأتي المدرغ ويقول لأ أنا بغيت عماين بقى في العقد ديالي بغيت تعطيني خمسمائة مليون يعني ما بغيت نحكم على هذا مدرب دابا كيف ما قلت يعني السيف ديالي ما يبان عالي بالزاف ولكن كيف ما قلت شفنا من قبل مدربين جاء مكان مش معروفين وحققوا نتائج خص الظروف توفر لهم يعني إحترش واحد من يدخل في خدمته يكون مسؤول على اختيارات ديالي سيكون معه مساعدين وأكيد مع العمل مع الاجتهاد مع الجدية مع روح المجموعة لا بد على أنك تتوصل للنتائج للمرجوع شيء يعجبني أيضا في الإدارة دير الراجع ما كيخرجوش تسريبات هذا المدرب حتى شي واحد ما عرفه قريبا يعني في العديد من المرات سيمانة والعشرية مقبل تكونوا الناس عارفين المدرب لغيش هذا المدرب ما تعرفت اليوم أمر يندل على شيء مصادر تخرجو الأخبار يعني تقريبا ساعة أو ساعتين الخبر خرج ومن بعد ذلك حطته الصفحة الرسمية للراجع وهذه المسألة تحسب للمكتب المسيد للراجع اليوم أيضا خبر آخر أكثر من رائع تجديد عقد اللاعب أحمد وكامرا لأربعة سنوات وهذا اللاعب يلكمّل في نفس النسق وفي نفس المستوى ورجليه بقى في الأرض أكيد على أنه سيقدم إضافة كبيرة للراجع وغيكون عنده واحد مستقبل كبير وأنا تنبّع لأن اللاعب لا نستبعد على أن الموسم القادم تلقاه رسمي في الفريق الأول لأنه يستحق دعوني الآن رائع فيما يخص تعاقد الرجع الرياضي مع جوزي زينباور المدرسة الألمانية لم نتعود على أن نشوفها بزار في البطورة دينا يعني كيف ما قلت نتمنى وعلى أن هذا المدرسة ينجح إن شاء الله رفقة الراجع ويقدم الإضافة ويوصل الراجع ويرجع الراجع للمكانة الطبيعية التي تستحق على أن تكون فيها المكتب المسير يجب أن يكمل في نفس النسق في نفس الطريقة أسد على راسه أكيد على أن ستكون تعاقدات كثيرة وتعاقدات ليس بالكم ولكن بالكيف لا فائدة على أن جبلية 13 اللاعب وحد ولا جوج ما لقدموا للإضافة لا جبلية 13 اللاعبين في المستوى حسن ما جبلية 13 نص 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 والمكتب المسير أكيد على أن أنه سيحاول يستفد من أخطاء المكاتب السابقة يعني الراجع صافي يعني تنظن على أن لا يمكن أن يتعاود نفس الأخطاء لا يمكن أن يتعاود نفس الأخطاء الراجع سترجع للمكانة الطبيعية التي تستحق ونحن كمغاربة من المصلحة على أن الراجع والويدات والماس والجيج وجميع الفرق يعني وآقادير وبركان وآسفي يعني جميع الفرق لا تنسى حتى شي فرق ولكن من المصلحة لأن جميع الفرق يكونوا في المستوى لكي المنتوج يطلع وكي القيمة اللاعب المغرب يترتفع وكي الأندية دائما تكون حاضرة وتنافس على المسابقات الإفراقية كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم إذا عجبتكم ادعمونا بلايك واشتركوا في قناة لكي دائما كانت صورة فنس السلام عليكم